اهلا بكم يتنافى مع الدين الاسلامي الحنيف ومع كافة الشرائع والاعراف والقيم الانسانية على اثر الحادثة بدأ الجيش المصري تنفيذ ضربات شوية قرب منطقة الهجوم وقالت مصادر ان الضربات تركزت في عدة مناطق جبلية حول المسجد يعتقد ان المتشددين يختبئون فيها عاد رئيس الشعب البرلماني رئيس مجلس الامة الكويتي مرزوق الغانم والوفد البرلماني المرافق له الى البلاد بعد اختتام مشاركته في اجتماع المجلس التنفيذي الثاني للجمعية البلمانية الاسوية الذي عقد في مدينة اسطنبول التركية اعلن وزير الصحة الكويتي الدكتور جمال الحربي ان مشروع التأمين ضد الاخطاء الطبية تمت احالته الى ادارة الفتوى والتشريح لدراسة جوانبه القانونية والمالية والادارية وسيتضمن انشاء صندوق تكافلية من خلاله تحصيل رسوم مالية بسيطة من الاطباء للمزيد من الاخبار والتفاصيل تابعونا على موقع السياسة